انا مرتخوك وطمع فيها يا شماتا سير الله يلقيها لك انا وفاء الكبيرة بين ثلاثة دي الخواتات حلت عيني في واحد الأسرة مستقرة بابا وماما متفاهمين والأكثر من هذا الشيء يريدون بعضياتهم هذا الحب لم يكن نشوفه ولكن نحسوه نحسوه بالمعاملة دي البابا مع ماما والعكس صحيح المعاملة دي الماما مع بابا كانت تحتار موت تقدره عرفتوا الوليدات اللي تكبروا في هذا الجو تكون عندهم واحد نظر اخرى على الزواج غير الوليدات اللي تعيشوا في الصراع والضرب وشد اللي ينطلق ليك بين الوالدين هذا الحب وهالتفاهم ما دامش بزاف لأن بابا توفى توفى بكسيدة وبقات ماما مقطوع لها الراس دي الساعة كانت عندي 16 عام أختي اللي صغر مني كانت عندي 14 عام أختي اللي صغيرة قاع كانت عندي 11 عام بابا خلّلنا الدار في نساكنين وصافي ما بقعدنا حتى حاجة من نصرفه ونناكله ونقرأه ونصافره ونديره قاعدة كشي اللي كنات نديره مع بابا لأنه كان يعمل في الطاكسي شيفور من اللي مات مات معه كل شي ولكن الله كبير وعمره لا يضيع لي مات معه كل شي ماما مسكينة كانت مفشة مع بابا خاصها غير تأمر وبابا تجيب لم تكن دايره بحساب هذا النهار من النهارها وحلات حتى القنازة بابا تكلف بها غير عمي حميد مخلّة ماما تدفع حتى ريال وأصلا كون كان عندها كانت تكلف هي ولكن الله غالب ألقيتها القنازة ووالو زيرو ديرهام تدفن بابا ودفنت معه قاع الحاجات تتمنى وحنا صغارة أما ماما مسكينة لبست البيض كانت باقى شابة وصغيرة وآية من الجمال في ذلك الوقت كان عمي التي يصرف علينا عمي كان كبير من بابا مزوج وعنده بنت وولد كبارين حتى هم مزوجين ووالدين يعني عمي عنده الأحفاد كان جد وبالمناسبة جدي وجدة ديال ماما وديال بابا ماتوا شحال هادي ديال بابا الله يرحمهم ما قناش عليهم ماتوا قبل من تولدوا وديال ماما غير مؤخرا علاج بتهم في هذه اللحظة حيث الجد والجدة هما اللي تعودوا الأم والأب إلى توفاوا وما تبقى غير الدياب تسلناوا معايا حتى الأخر باش تعرفوا الدياب البشرية اللي عايشة معانا كان عندي كان عندي جوج ديال الخوالي وعم واحد اللي هو حاميد اللي قد لكم تصرف علينا وخالة وحدة كانت تتحسد ماما بزاف تتحسدها على الحب اللي تيحبها بابا أي حاجة كانت عند ماما تتحسدها عليها تتحسدها على ابناتها اللي هما حناية تتقول لها ابناتك تقرأوا مزيان وأنا ابناتي والو ابناتك داروا الحجاب وأنا ابناتي ما بغاوش سبحان الله هاد خالتي ما كانتش تتحمد الله للنعمة اللي عندها في يديها تتقلب غير الحاجة اللي عند الناس وخاصة اللي عند ماما بالضبط كنت تنعقل تجي عندنا الدار وتتهز أختي الصغيرة وتتحطها وتهز بنتها الصغيرة وتتحطها وتتقول ماما بنتك تقلب من بنتي واخها بنتي فيتها بربع شهور ايوة تتبقى تنقر على بنتها وتقول لها شتي البنات صغر منك وما تبارك الله اعطي النظرة وانتي ما تتاكلي والو خاصكي تتاكلي خاصكي تشوربي المهم تتبقى طيبة في الصهد السيدة عاين باين الحسد عاين باين اما بالنسبة لي انا كنت قراية كانت تتشدني خالتي في شي قمت وتتقول لي يوريني الطريقة اللي تديري باش تتبقى يشد الحفاظة قول عودوا برب الفالق هذا خالتي كانت دائما تتشكي والتحاجة ما عجباها كانت تحسد ماما حتى على الضحكة لتضحك ابقى حاضية 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 حتى هجرات ماما مسكين حاضيانا ونحن على قد تحاننا ما عدناش عرفت الشيفور ديالتاكسي ويد واحدة وثلاثة ديالبنات وهكذا خالتي كنا تنبنوا لها لباس علينا وفعلا كنا لباس علينا بالقناعة ديالنا وبالاستقرار ديالنا وبالحب اللي تيدفي الدار ديالنا اه ونزيدكم كانت دائما تدخل ماما الهضراء غير بالضحك تتقول ليها مولتاكسي قاعمة فيه التيقة راه يهز معه الصاحبه ويلاحصل يقول لمراته هذه راه غير كليانا انا كانت يبقى فيي الحال تنسمع الهضراء على بابا بحلها بقى ولاني ماما قاعمة اديها فيها وعارفة انه تيموت عليها وما يقدرش يشوف شي وحدا من غيرها كانت تتخليها تطبلتا تدعيا داوية خاوية تتبرد على رأسها حدك شي لتتقول على بابا تيديروا راجلها كل مرة محصلها في قنت ايه واشا نقول لكم هذه هي خالتي حرية هذا شي اللي اعطى الله اما اخوالي كانوا تيعرفوا غير عيالاتهم ووليداتهم ما يطلوا علينا ما نطلوا عليهم هذا شي علاش انهار مات بابا ومباشرة مرة من اللي حيدت ماما حق الله جاءوا اخوالي عندنا دخلوا وحتى يشوف الاخر بغني يقولوا شي حاجة وما قادرينش قالوا الماما بغينا نهضروا معك بوحدك شافت فينا ماما غير بعينيها اخوالي اخونا السيكتور وهذا الشي اللي كان قاتلهم فراسهم تربية دياننا غير خرجنا من البيت وحطيت ودني على الباب وبقيت نتسنت انا اصلا ماما تتخبيع لي حتى حاجة كنت اختها وصحبتها وبنتها وخبقة صغيرة ايه وسمعت خالي تقول ماما هذا المرحوم الله يرحمه مات وانت مخدامة مواله وليس لديك حتى دخل منه تعيشي وتربية هذه البنيات في الساعة سحبت لي يقول ماما سوف نعاونك اختي على الزمان وعلى تربية أولادك مع العلم أنهم يخرع لهم وأن ماما سامحة لهم في حق هذه الورد سامحة في الدار اللي ساكن فيها واحد يشد الفوق واحد يشد السفلي قالت لي هم ماما ايه وشو رعليا انتم اخوتي وكبر مني قال لي هخالي الصغير شوف يا اختي بلا ما نقعوا نظروا من هنا ونعودوا من هنا واحد السيدة طلبك للزواج الزواج؟ كيفاش؟ ايه لا وافقت ماما ندير شي حاجة في رأسي شكون هذا اللي سيأتي في بلاست بابا والليت كل تنقفز وطلعت معايا سخونية يا أخوتي من صبعاني دي الرجلي حتى الراسي وكن لم أعرفت أن ماما ستبرد لي القلب كنت دخلت عندهم وسبيتهم وجريت عليهم وفعلا هذا الشيء الذي كان ماما قالت لي هم لا يمكن أن تزوج لا يمكن أن يكون راجل سيأتي في بلاست المرحوم وخاقاعي يكون أنا لا يمكن أن أدخل على ابنتي راجل غريب الوقت صعبت وبنادم لا يوجد لا يمكن أن تزوج ابنتي أو عزبات نقص خالي الكبير لا أقل يا حسرة قال لها الرجل الذي يريد أن تزوج حالف يضع ابنتك في عينه لا يوجد أن تخاف لأنه في حال ابنتهم وليس يمكن أن يكون آفات بيناتهم قالت لي رأي أخي لا يوجد حال ابنتهم ابنتهم مات و لا يوجد أحد سأقوم به على ابنتي قال لها الرجل أخي يكون عمهم؟ ما يكون عمهم؟ قال لها ما يوجد عمهم عندهم؟ عمهم حميد ذلك الساعة ماما تزوج تزوج بحالي لا عاد مات بابا وتتغوت وتقول لهم ما أنت لم أحمقته؟ قالوا لي أنت اللي أحمقت الفرصة جدا بينات يديك والذي مات مات والحي أبقى من الميت و الحمد لله الذي جاءك راجل سيصونك وسيكبر ابنتك قدام عينك وكيف ما كان الحال تبقى هو عمهم والسيد شارك رهما لكم من الدفن اهضر معنا في هذا الموضوع اهضر معكم من الذي دفنت أخوه واذا سأقول لكم؟ أريد أن تدفن اليوم قبل الغداء السلقوط الخانز المرحوم هذا المرحوم ما كانت يقول لي يرد بالك من حميد ما تعجبني يأتي للدار وأنا غايب رهما يحلل ما يحرم قال كان حاطني في لائحة الانتظار كانت تسنغ أخوه يموت ما عطني دار لي بحل الدب مع النعجة وسيروا يقولوا لي أخوك ما كانت تتق فيك وهو حي ما بقى غيئا منك لابنته وهو ميت وعمره ما وصاني قد موصاني قد موصاني منه منه حيث ما فيه تيقال سيضار الآخر وهو يقول لها خالي ايوه انت لا تريد تزوجي ما سوف يصرف عليك وعليك وعليك قالت لي ماما ايوه اخوك اخرج من رنتك غيرت هناخويا لا سنجيش عندكم و لا سنطلبكم تعاونوني انا قاد براسي وببناتي الحمد لله عندي صحتي قال لها خالي الصغير ما تيح شمش قولي باغا دابت عيشي زوفري انتي وبناتك تخرجي وقت ما بغيتي والدخلي وقت ما بغيتي احنا دابا اقولينا قدامك بيادك احنا اعطينا الكلمة للسيد صافي ستزوجي به يعني ستزوجي به بالزز منك تخرجت خدمي الخدمة مقدع عليها ترجل ما بقيت غانتي كانت مقلوبة عليك القفة ايوه يا أخوتي ذلك الساعة مسكينا ماما بقيت انتف راسها وتضرب في وجهها وتتغوت قهروها الله يعطيهم ما يقهرهم ذلك الساعة ما قدرتش نصبر من اللي شفت ماما في ذلك الحالة ادخلت وبديت تنغوت قلت لهم ادخلوا علينا اعطينا التسان بغيتوا تقهروا ماما وتحرمقوها اعطينا التسان وهو ينوض خالي الكبير شدني من شعري وبقى تضرب فيها تضرب فيها واخوتياتي مساكنتي يبكي وتغوته وماما تتحامي علي حتى هي يزيدها للضرب ايوه 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 لينا لينا العصادي احنا باقي مجروحين وحالتنا على فراق بابا وهم داروا فينا هذا الشي سعما تقولوا ليتيم إلي دوزتي يديك على رأسه في هذه الحسانات واخوتي لي ليس يدوزوا يديهم ودوزوا حتى ترجليهم على رأسنا من الذي يركني خالي تنقص من بلاستي وخالي لاخر شاد ماما ويقول لها خليه ربيها رهما مربيه ايوه ايوه من اللي شبعوا فينا قالوا الأمي ايوه ايوه رأسك حميد سأخذك وسأبقى معززة مكرمة في الدار الذي لديه حق فيها بل حق دابا وقال بي تسكني حيث الدار ستباع لأسك لأسك هذا هم يريدون زوجه وماما لنبقى في دارنا خافوا لأمي يأخذ ونبقى لنا لنشرح دار ونضع ماما وطالبهم في الدار والدها التي ساكن فيها سنين اخوالي كانوا خايفا على رأسهم خايف ماما طالبهم في الدار لان لا يبقى لها لكي تشرح دار أخرى ماما مسكينة والحقرة التي قلت لها قلت لهم سأخرجوا ونضعوا مع ابنتي لا يوجد مشكلة لأنهم فرحوا سأقوم بها العقد قلت لهم قلت لهم سأخرجوا لأن خافت لنقوم بشكل فراسي أو نتغاوت معهم ونقتلوني هذه الساعة لم تصدق لأن ماما ستبدل بابا بالدار ومعامل أخوه لم يكن لديه معه لأن لا يمكن أن تكون ماما لأن لا يمكن تقوم لأن نحن سنحرق ونخلق البلاد ونحن ونحن أفكار لا تصور على البال أريد أن نحن أتبقى لأن أم ستبدي بابا ومعاما أم التي كانت مدوزها من بابا بابا الحياة مدوزها من التي مات الوالد أعرفت يا أخوتي لم يكن معها الهضرة لم يكن تصدم الهضرة التي قالت لهم الصح لم يكن لها واحد نيت عارف في المحكمة وعند تدخلات وماما مسكينة عندها الله غير قالتها وصافي ما سيوقف معها الله أعلم واللغدة جاءت خالتي خالتي العقرب مصيفة أخوالي الله يخويل لهم الدراس كاملين قالت الماما أيوة هذا الشيء الذي قامت بنتك معقول ورها حشومة الأخوة مع بعضيات أمتي هضرو هي قالت لها ما أقول لك ما هي كلمات ما هي جيدة تقولي تقولي ما هي مختلفة لا لا تدوري من هناك من هناك ذلك الدياب لديك أنا أعرف ما تحترسهم وأحتمت أعرف ما تحترسك طلقوني لفراجة لم تكن قادرة سنة صافي عيبكم أيوة خالتي قدروا العين حمراء تدور في عينيها قلت لها أيوة بالصح سمعتك بغيت حقك في الورد قلت لها ماما ومن بعد طلبت شيء حرام حقي وحلال عليها نطلبوه لما نطلبوه بغيت حقك فيها حيث هذه العقرب غدغة مع الرابحة وهي رابحة مع أخوالي خالتي كانت تدافع لهم معلش في نظاركم أنا سأقول لكم ولكن قبل ما نقول لكم لا تنسوا تضعوا لي لايك إذا أعجبتكم القصة ووصلتم معي هنا ونكملوا قصتنا خالتي حورية كانت مزوجة بخو مرات خالي الكبير وساكنة فق السطح بني واحد ضار على حقها وطريقها بالحق غير في النوار وهذا الشيء لماذا كانت خايفة على رأسها الفليسات ضار سيذهب وغير هكاك سيتفرقوا على الوراة هذا الشيء لماذا كانت بني ضار بالقانون كيف تقول غير بغيت تبين لماما أنها جيدة دافع على أخوتها ماشي على رأسها وهذا زمان راسي يا راسي وفعلا خضينا حقنا من خوالي الناس ساعدونا ماما ما تتعرف فين تمشي وليني ربي كبير ما تضيعش حق اليتامة هي يتيمة وعندها ليتامة أما الحنش ديالعمي رضينا عليه في الدار بحي لا تقولوا شفعنا فيها ورضينا ليه حتى فلوسو دياللعشا اللي دار البابة الله يرحمه ماشي مفخا منا ولكن وقف الماما في الحلق قال ليها فلوسي اللي خسرت في العشاة يا راجلك دابة ترجع لي شفتوا الأخوة كيف شولت استقرينا في ضوارتنا الحمد لله هذا الشيء اللي شط الماما من الورد لها شيء قليل كرت بيه محلابة وعرات على كتافها وبدأت الخدمة حيث نحن كنا باقص صغار نحن كنا نحن كنا نحن كنا دابة الحمد لله بثلاثة بنا خدامات بعد ما تخرجنا من أحسن المدارس ومزوجات وبلداتنا الحمد لله تنتمنا ونديرو لهم ولا وربع من ذلك اللي دارتنا ماما ستسولوني على هذه البطلة على هذه الأم اللي دفنات حياتها بين السميدة والمقالي كنا نوصلوا لهذا الشيء سنقول لكم كائنا كائنا وموجودة ولا إني في قلوبنا أنا وخوتاتي لأنها مسكينة وفات بعد صراع كبير مع سرطان التدي ورغم المرض ورغم العياء ورغم القهرة يا المرض والمريض بالسرطان تحملت كل شيء ومستسلمت وكملت المهمة والموت كان نقطة نهاية لهذه القصة الله يرحمها ويحسن لها يا رب هذه هي قصة ماما ادعيوا معها بالرحمة شكرا على الاستماع لكم سنونا في قصص جديدة وبسلام عليكم